في جهات حكومية في تعاون مع وزارات حصل في مصر وسينماتك ينفع يتم تبنيها أنا ببقى غيرانة ونفسي كل مكان يستفيد أنا عارفة أنه السينما تبدو كده أنها صناعة لها خاصة طول الوقت ودي بصراحة واحدة من أزامتها لكنها أصلا موجهة للناس موجهة كل الناس الحقيقة إحنا صعداء جدا وده بدون مجاملة أنا أقول الواقع برضه أنه عندنا شراكات مهمة جدا مع الوزارات والحكومة المصرية إحنا مضيين اتفاقية التعاون مع وزارة التخطيط في وجود دكتورة هلا سعيد وزيرة التخطيط في التوقيع وحيما بضيين مرتين كمان معاهم الدكتورة يناس عبدالدهي وزيرة الثقافة دعم أساسي يعني في اللي إحنا بنعمله لدرجة أن أنا قبل ما سافر فينس وأنا كنت هروح أتكلم على سيمتك كنت قابلتها فسألتها هتكلم أقول أنه الدولة والحكومة بالتدعم اللي إحنا بنعمله ولأنتمش عايزين تدعمنا يعني عشان ما قلتش ما تكلمش إلا باتفاقية لطبعا إحنا بندعم ولتلا حتى إحنا بالإنجليش هنقول support قلت طبعا support يعني فالدعم أساسي وبنشتغل مع بعض بكوة جدا الحقيقة مضيين كمان مع أكلمات البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والسر وزارة التعليم العالي وأطلقنا بزنس انكيبيتر أو حضانة أعمال في البرفورمينج أرتز بالتعاون مع الـ African Development Bank فالحقيقة لأنه ده جزء مهم جدا التعاق الدور الحكومة والوزارات إنما كمان التأثير بتاعنا العالمي لأنه ده حاجة مهمة جدا لو فضلنا بنتكلم بس جوة المصر هيبقى لنا تأثير طبعا بس إن إحنا نطلع ونكون بنمثل الصناعة مهمة زي صناعة السينما على المستوى العالمي ده حاجة مهمة وكمان بالتطوير اللي موجود فكرة التكنولوجيا يعني بالزبط فالحقيقة عندنا كمان شركاء مهمين على المستوى العالمي يعني غير المهرجانات عندنا شركاء مهمين جدا جدا من أهم الناس المؤثرة في صناعة السينما على المستوى العالمي في المهرجانات كمان في المهرجانات أكيد اشتغلنا مثلا مع مهرجان أسواني عشان الناس ما تفتكرش إن إحنا ناس بتعامل مع إنه مهرجان أسوان عملنا معهم حاجة مهمة جدا في ان احنا دربنا شباب من السعيد لمدة اربعة تشهر يعني ايه سينما ده اللي بسأل عليه بقى قولي الحاجات الحلوة ده ده عظيم احنا عدي حاجات كتير فابقا حاول اقول كل حاجات بس مهم جدا ان احنا يعني نتكلم على دعم الدولة انه ده حقيقي مش بنادعيه ودي حاجات ماضينا حقيقي وبيدعمونا المستوى العالمي انما كمان الشباب حاجة مهمة جدا ده هدفنا يعني هدفنا ان احنا يطلع شباب جديد الشباب جديد هيطلع ازاي هيطلع من خلال فكرة ان احنا بنعملهم ترينج بنعمل وبنطلق حضنات اعمال زي اللي عملناها او بنعمل برامج مخصصة للشباب السعيد زي اللي عملناها مع مهرجان اسوان فعلمناهم يعني ايه تكنولوجيا ويعني ايه سينما ويعني ايه سينما تاك طب ازاي تطلع ايديها طب ازاي تشتغلوا مع بعض لانه ده احد الاسئلة المهمة هل احنا هدفنا شباب السينما بس الحقيقة هدفنا شباب السينما وخارجين معهد السينما وعملنا معهم هكاثن مع يونيتد نيشنز وزارة التخطيط انما كمان هدفنا شباب بيفهم في البيزنس وشباب بيفهم في التلاتة دول يشتغلوا مع بعض كتيم وكجروب مع بعض فبنعمل حاجة مهمة ان احنا نطور افكار الشباب والحقيقة بقى احنا لما بنطور مش بصورة تعالي انما بصورة ان احنا بننصق الجهود عشان تطلع حاجة باحترافية انما عندنا شباب هايلين جدا جدا وده حقيقي وبوافق حدوثا جدا لانه احنا دايما مشكلتنا كده انه عندنا مهارات بس المهارات مش عارفة تتصالح على بعض يعني عندنا فنانين مش عاطرين اوي بس ممكن يبقى الفنان ده مش عارف بيزنس مش عارف يدير موهبته عندنا صانع سينما كويس اوي لكن كمان مش عارف يحط عام فن ورؤية اكتر فالحادرتك بتقوله بتصالح مجالات كتير على بعض ودي بالنسبة لنا كلنا حاجة جديدة واعتقد اعتقد انا مصدقة ان دي حاجة مستقبل سينما يعني ده شباب العالي يا استاذ عدد ربنا خليك